موسيقى مشاهدي الكرام طيبتم وطابة أوقاتكم بالخير ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامج عين على واشنطن نتحدث في هذه الحلقة عن العلاقات العراقية الأمريكية هذه العلاقات بشكل عام ونتحدث عنها بعد تغير الحكومة ووصول الدكتور حيدر العبادي إلى سدة الحكم كما يقال نتحدث عن زيارة العبادي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن ولقائه بالرئيس أوباما اللقاء المطول نتحدث عن هذه الزيارة وبعادها الاستراتيجية سياسيا وعسكريا واقتصاديا خاصة أنها كانت بمعية وزير دفاع وزير النفط وأيضا وزير التعليم العالي ونخبل ربما سياسية في هذه الحلقة نلتقي والدكتور عماد حرب الزميل الأول والمستشار في المركز الوطني للعلاقات العربية الأمريكية مرحبا بك دكتور أهلا وسهلا دكتور بدءا لنتحدث عن الجو العام للعلاقات العراقية الأمريكية ماذا نقول عن الجو العام للعلاقات العراقية الأمريكية إنه الجو من ناحية أولى الجو جيد بشكل عام ولكن بنفس الوقت هناك الجو ملبد يعتبر ملبدا بين تردد أمريكا في أن تتدخل بشكل أكبر في العراق وعدم قدرة العراق على أن يكون بالفعل سيدا لموقفه بمعنى أن العراق يواجه الكثير من المشاكل ولكن بنفس الوقت العراق لا يظهر أن عنده بالفعل الحرية الكاملة في أن يتخذ أي مواقف يريد أن يتخذها إن كان من ناحية التطوير السياسي أو العلاقات الاجتماعية أو المصالحة الوطنية أو محاربة بالطبع محاربة الداعش ومنظمات الأخرى العلاقات الأمريكية العراقية تردخ لظروف صعبة جدا بالحقيقة منها بالطبع الولايات المتحدة لا تريد أن تفتح كثيرا على العراق طالما أن العراق لا يحاول أن ينظم بيته الداخلي بشكل أفضل هناك انشققات داخل العراق بين المؤيدين الحكومي والمعارضين لها الحكومة ليس عندها الخطة الكاملة والخطة الوافية لأن تحل المشاكل جميعها لهذا العلاق المتحدة لا تعرف بالفعل كيف تتصرف مع العراق طالما أن العراق لا يعرف بالفعل كيف يتصرف مع نفسه ومع فئاته السياسية والدينية لربما واحدة من نقاط التردد والتخوف من دعم رئيس وزراء جديد لنقول أنها فقط أشهر قليلة هي مشكلة إفراط الولايات المتحدة في وقت سابق مثلما يوصف بدعم المالكي وانقلاب المالكي لربما على الأجواء السياسية بشكل عام وعلى العلاقات العراقية الأمريكية وأيضا أنه أنهى ولايته الثانية بتسليم أو لنقول بأخطاء قادة إلى سقوط أكثر من ثلث العراق بيد تنظيم إرهابي شرس كداعش ما تأثير هذا على حظوظ العبادي لا أقول بني للرضا الأمريكي لكن بالدعم الأمريكي البلاد المتحدة في السابق دعمت المالكي بالاتفاق مع إيران بالطبع لأنها أعتقدت أن المالكي سيستطيع أن يعيد تنظيم البيت العراقي بشكل تضع عنه واشطن ولكن بنفس الوقت بعد ثماني سنوات من حكم المالكي تضح أن لا سياسته قابلة لأن توحد العراق ولا سياسته قابلة لأن تحارب الإرهاب كما قلت السياسة الأمريكية تعاني من الدعم السابق للمالكي ولكن في نفس الوقت عندما تخلت عن المالكي وقررت أن لا تدعمه لولاية ثالثة وقبلت بدكتور العبادي أن يأتي كرئيس للوزراء تحاول أن تصحح الأخطاء السابقة ولكن المشكلة أن ما حصل في السابق كان عميقا بشكل وعميقا كثيرا وهو يجعل من ولاية العبادي على الأقل في بداياتها صعبة جدا 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 خاصة أن العبادي يواجه مشكلة تركها المالكي وهي وجود داعش في شمال العراق الولايات المتحدة تحاول أن تضع العديد من الأمور وتحاول أن تساعد العبادي في العديد من الأمور ليس فقط في عملية محاربة داعش ولكن محاربة داعش لا تأتي فقط من محاربة داعش في الحقل في المعارك أو في الضرب الجوي أو من قضية وجود الجيش العراقي محاربة داعش تأتي أيضا من إعادة تجهيز وتركيب المجتمع العراقي المجتمع السياسي العراقي لهذا حاولوا مع المالكي لم يفلح المالكي وهم فشلوا في أن يقنعوه بنفس الوقت يحاولون الآن مع العبادي وهم يحاولون إعطاء العبادي المصداقية اللازمة لأن يكون قائدا جيدا للعراق تحتاج المسألة إلى وقت والوقت يضيع بسرعة وهذه مشكلة كبيرة طيب كيف تقرأ حفاوة لا ربما ما قرئ على أنه حفاوة الاستقبال للعبادي هل كانت مختلفة عن بقية الواسع وزراء وزراء عندما كان يأتي المالكي إلى واشنطن كان يحتفى به أيضا كما يجب لأي رئيس وزراء عراقي أو من أي دولة أخرى الولايات المتحدة تحاول أن تكون مديافة لأين كان إذا كان بالفعل يحاول لكن الموضوع قد يختلف عن الزيارة الأخيرة للمالكي قبل خروجه عن السلطة حتى أنه تكفل بدفع مصاريف الفنادق وما إلى ذلك هذا مسألة بالحقيقة مسألة سياسية أكثر منها بالفعل عمليات مديافية هم يحاولون أن يسهلوا الأمور على المالكي يحاولون أن يجعلوا العبادي مقبولا أكثر بأن يكونوا مديافين له يكون تكون عملية ضيافته جيدة ولقد احتفوا به ولكن بنفس الوقت لم يعيدوه بأي شيء كبير لا بل عندما كان هنا الرئيس أوباما لم يعيد بأنه سيدعم الجيش العراقي بمليارات دولارات مثلا فقط خصص 200 مليون دولار للمساعدات الإنسانية لم يتكلموا كثيرا عن عملية اشتراك الولايات المتحدة بشكل أقوى من العمليات العسكرية لأن الولايات المتحدة لا تريد أن تقوم بذلك رئيس الأركان الجيوش الأمريكية العامة جنرار جامسي قال بالحقيقة قال الأنبار مهمة ولكنها ليست أهم من بيجي بمعنى أن هناك مسائل في العراق مهمة ومسائل أهم بمعنى أن الولايات المتحدة تحاول أن تجد بعض الأولويات لتساعد العبادي فيها أو أولويات أقل همية لتجعل العبادي يشترك مع غيره من الفرقاء السياسيين العراقيين في حلها داخل العراق مثلا عملية الأنبار عملية مهمة جدا ولكن في نفس الوقت إذا استطاعت داعش أن تسيطر على مصفات بيجي سيكون هناك مشكلة كبيرة لهذا مع العلم أن الولايات المتحدة بالفعل لا تريد أن تلزم نفسها بأي حرب هناك من يتحدث عن موضوع التسليح وطلبات التسليح التي طالب بها العبادي هناك من يتحدث عن طائرات الأبادشي وأيضا الحديث عن الأعتداء خاصة أن تسليح الجيش العراقي اختلف بعد 2003 أصرحت عقيدة التسليح لنقل عنها هي عقيدة أمريكية بعد تسلم هذا الكم الهائل من الأسلحة والدعم السابق للولايات المتحدة كيف ترى موقف العبادي لربما عدم إفصاح الولايات المتحدة عن حجم التسليح أو الدعم أو ترددها بهذا الموضوع؟ في وقت هناك من يقول أن العبادي على الرغم من إعلانه لميليشيا الحجد الشعبي أنها ضمن المنظومة الأمنية إلا أن هذه الميليشيا ما زالت لا تنقاد فعليا إلى قرار العبادي ما مدى تأثير هذا الوضع على زيارة العبادي هنا؟ لقد كان له تأثيرا كبيرا بمعنى أن الملاد المتحدة لا تريد أن تسلم العراق أي معدات أخرى قبل أن تتأكد من أن الجيش العراقي سيستطيع أن يحافظ على هذه المعدات لا ننسى أن في العام الماضي عندما هاجمت داعش على موصل وشمال العراق لقد غنمت الكثير من الغنام العسكرية وهي حتى الآن تحارب بالدبابات والأسلح التي غنمتها من الجيش العراقي في نفس الوقت الولايات المتحدة لا تريد أن تدعم الجيش العراقي قبل أن تتأكد كل التأكيد من أن قوات الحشل الشعبي بالفعل هي خاضعة للقوات الحكومية بمعنى أنها لا تقوم بما تريد أن تقوم نحن سمعنا أن عملية التكريد كانت مكللة بالنجاح ولكن بنفس الوقت تبعها مشكلة مع الحشل الشعبي لقد كان هناك تجاوزات خطيرة وكبيرة والولايات المتحدة لا تريد أن تكون شاهد زور إذا صح التعبير على أن يتمكن الحشل الشعبي من تحقيق المزيد من النجاحات وبهذا يتمكن من أن بفعل يسيطر على القوات العراقية بحد ذاتها المشكلة الولايات المتحدة بالأكيد هي أنها من ناحية ولا تريد أن تساعد العراق في أن ينجح في أي عمليات عسكرية أو عمليات مصالحة وطنية ولكن في نفس الوقت الولايات المتحدة لن تلزم نفسها بأن يكون العراق من ناحية أولى دولة طائفية لا تريد أن يكون العراق ساحة إيرانية لأن الولايات المتحدة مع عنا تحاول أن تتقرب من إيران وأن تقيم بعض العلاقات معها إذا صح التعبير على الأقل الوصول إلى اتفاق نهائي على الأقل الوصول إلى اتفاق نووي نهائي ولكنها في نفس الوقت لا تعرف أنها إذا سمحت لإيران بأن تسيطر على الموقف العراقي وهنا دول العبادي يأتي وهو أساسي إذا سمحت لإيران أن بالفعل تسيطر كلها عن الساحة العراقية فهي ستخسر العرب الآخرين ستخسر دول الخليج ستخسر مصر لهذا الموقف الأمريكي يحاول أن يكون واضحا ولكنه بنفس الوقت عليه الكثير من الضغط من دول أخرى غير العراق وغير إيران فيما يتعلق بهذه الزيارة نبقى مع زيارة دكتور حيدر العبادي فيما يتعلق بهذه الزيارة الوفد لم يجتمل فقط على الجانب السياسي والأمني وإنما يجتمل على وزراء آخرين فيما يتعلق وزير النفط وأيضا الدكتور حسين الشهرستاني وزير صحيح العالي ويجتمل على طرف سياسي آخر ما هي أبعد أن يكون وزير النفط صحيح الملف العراقي في السياسة الأمريكية ملف كبير إنه ليس فقط ملف سياسي وليس فقط ملف بصالحة وطنية أو علاقات واشنطن ببغداد الملف العراقي كبير لأنه يشمل النفط والنفط يشمل أيضا يشمل دولة أخرى وهي تركيا والنفط يشمل أيضا مجموعة عراقية وهم الأكراد النفط العراقي هو شراكة يعتبر شراكة وطنية هكذا عرف عنه الدسور العراقي وشراكة وطنية لجميع العراقيين والأكراد عراقيون لهذا الولايات المتحدة لها تأثير في هذا الملف بالذات لأنها بسبب علاقتها الجيدة مع الأكراد وزير النفط هنا قد يكون يحاول أن يستقطب شركات أمريكية لأن تأتي وتستثمر في العراق استخدام الجزر على ربعه مع أمريكا استخدام الجزر قد يكون استخدام الجزر ولكن في نفس الوقت نحن نعرف أن ملف النفط في العراق ليس ملفا عراقيا فقط إنه عراقي كردي عراقي عربي كردي لهذا يجب أن الولايات المتحدة قد تستطيع أن تمارس بعض الضغط على الأكراد أو أن تجد نوعا من التسوية بين بغداد وإربيل حول هذا الملف بالنسبة للتعليم العالي أي وزير التعليم العالي يأتي إلى هنا لا يدعب بحاجة لجميع المساعدات لجميع الكفاءات تطوير الكفاءات بناء جامعات جديدة وأعتقد أن مستوى الوفد جيد ولكن المشكلة في مستوى الوفد أنه يخضع لنفس الصعوبات إذا صح التعبير في العلاقة بين الولايات المتحدة والعلاق لهذا الوفد إذا نجح العبادي سينجح كله من الوزراء الآخرون ولكن إذا لم ينجح سيفشلون أيضا صحح لي إن كنت مخطئ بهذا الجانب نحن هنا في واشنطن كمراقبين كإعلاميين كمطلعين على الوضع السياسي لربما ما شهدناه من زيارة الدكتور العبادي هي رسالة مفادها نحن معكم أي مع الأمير كان لمحاربة داعش هذا فقط ما حمله العبادي وأما الملفات الأخرى لربما ملف النفط لربما لا تستطيع الحكومة العراقية الضغط من خلاله خاصة مع وجود أكبر شريك نفطي بعد كندا الولايات المتحدة اللي هي العربية السعودية وأطراف خليجية أخرى لم يكن هناك وضوح لهذه الزيارة سوى أننا جئنا إلى أمريكا ونحن لربما هكذا يقال قريبون من الولايات المتحدة جلست ساعتين مع العباد مع أوباما اللي صغير صغير فما رأيت مع من peach العبادي كأي سياسي آخر إنه سياسي عراقي ولكنه سياسي العبادي يحاول أن يجد بعض الشرعية العراقية بطبع الشرعية الداخلية ولكن أيضا الشرعية الخارجية اليوم الشرعية الخارجية الوحيدة التي تستطيع أن تعطي العبادي الشرعية الشخصية لنفسه هي الشرعية الأمريكية لأن الشرعية الإيرانية مشكوكم فيها الكل يقولون أنه خاضر للقرار الإيراني العراق ينفذ سياسة كارجية إيرانية والله وأنت تكمل أنا أيضا خاضر لشرعية المخرج دعنا نذهب لأفاصل ونعود إليكم مشاهدي الكرام مرحبا بكم من جديد وهذه عودة مرة أخرى إلى دكتور عماد حرب زميل أول ومستشار المركز الوطني للعلاقات العربية الأمريكية مرحبا بكم من جديد وكنا نتحدث عن الشرعية التي يبحث عنها لعبادي من خلال الولايات المتحدة ربما هو يحاول أيضا كما قلت أن ينأى بنفسه عن الشرعية الإيرانية المشكوة في أمرها صحيح ما كنت أقوله هو أن كسياسي هو يريد أن يؤمن ساحته الداخلية في ناباب ولكن ساحته الداخلية بالنسبة للعالم جميعا والعالم العربي بشكل خاص ساحة مسيطر عليها إيرانيا لهذا هو لا يستطيع أن يذهب أين ما كان هو يريد أن يأتي إلى واشنطن أن واشنطن تعطيه الشرعية الدولية اللازمة وهو بحاجة لهذه الشرعية بنفس الوقت هو بحاجة لمساعدة الأمريكية بالتحديد إذا كانت عسكرية أو اقتصارية هو بحاجة لمساعدة الأمريكية في نفس الوقت ننسى نحن أن العراق مشكوكم فيه لأن العراق مشكوكم فيه عربيا العبادي لاحظ أنه لم يتطرق لأي أمور أخرى بالحقيقة ركز على الأمور العراقية وهو بهذا كان ذكيا سياسي ذكي لأن أي تدخل أو رأي قد يقوله عن أشياء أخرى حاصلة في المنطقة الوضع السوري أو العملية العصرة الحزم في اليمن هو لا يريد أن يزج إن حاول التقرب من العرب سقط داخليا إن حاول التقرب من الداخل سقط عربيا لهذا يذهب إلى واشنطن وواشنطن تستطيع أن تعطيه الخيوط اللازمة للحفاظ على موقع معين هو موقع الاعتدال في السياسات العربية والبعد عن السياسات الإيرانية لأنه إذا فشل في الاختراب بين الشارع العربي سيظل العراق مشكلة سيظل للعراق بشاكل داخلية بين مكوناته السياسية المختلفة إذا تقرب كثيرا من إيران سينهر العراق وستفشل السياسة الأمريكية أيضا في العراق فالمشكلة معقدة جدا ما حصل قبل يومين ربما ثلاثة أيام من زيارة الدكتور العبادي إلى واشنطن هو أن العبادي أقدم على تعيين أحد الجنرالات العراقيين قائدا لعمليات نينوى وهو الدكتور وهو اللواء الركن نجم جبوري وهو أيضا باحث وأستاذ في جامعة الدفاع الوطني وفي معحد نيسا هنا في أمريكا هل تعتقد أنها لربما لمداعبة صانع القرار في وزارة الدفاع الأمريكي البنتاجون أو لربما أن أمريكا دفعت باتجاه أن يكون أحد باحثيها هو قائدا لهذه الأمليات أنا متأكد جدا أن الولايات المتحدة كانت على علم بهذا التعيين ولكن بنفس الوقت لأنها تريد أن تكون على علم بما يحصل على الأرض هناك لأن ما حصل في السابق منذ حوالي السنتين وحتى الآن الولايات المتحدة لم تعرف بالضبط كيف ما هو مدى انتشار الجيش العراقي ما هي مدى قدرة الجيش العراقي أو قدرته على الحرب أو مدى التغلغ الإيراني أو تغلغ الحشد الشعبي لهذا أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول أن تجد شخصا ليس بالضرورة لأنه مقرب لها ولكن بنفس الوقت شخص يعتبر قادرا على مشاهدة الوضع كما هو والتقرير عن الوضع كما هو بعيون عراقية أمريكية بعيون عراقية أمريكية هو يفهم الوضع العراقي ويفهم الوضع الأمريكي وهو بهذا الشكل يكون صلة اتصال جيد هذا مع العلم أنه من المؤكد أن عنده خبر عسكرية جيدة لأن يكون قائدا للعمليات ولكن كما قلنا المشكلة في العراق ليست بالفعل فقط مشكلة عسكرية هي المشكلة أصلا سياسية المشكلة هي في البيت العراقي المصارح العراقي يجب على العراق أن يتقدم باتجاه هذه المصارحة وأن يحقق هذه المصارحة لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكن أن يساعده في لفلفة وضعه وفي محاربة الإرهابيين الرئيس أوباما كرر في لقاءات عديدة وفي مؤتمرات أيضا عديدة الحديث عن ما ذكرت جنابك دكتور وهو موضوع أنه مشاركة جميع الطياف العراقية في موضوع موضوعة الحكمة أو موضوعة القرار السياسي ألا تعتقد أن التواجد السني على الرغم من وجود وزير الدفاع بهذا الوفد فأنا ضعيفا في التمثيل مع العبادي أي أن العبادي ربما لم يرسل رسالة إيجابية إلى واشنطن في هذه الزيارة من هذا الجانب وهو جانب المتعال لا أعتقد هذا لأنه بالحقيقة عندما شكل العبادي حكومته الواشنطن قبلت بها وقالت هذه حكومة جيدة وكفوة لا أعتقد أن المشكلة في عملية من جاء ومن كان معينا مع العلم أن هناك مشكلة في تعينات أخرى ولكن الأساس هو في كيف تقوم الحكومة العراقية بإقناع واشنطن بأنها بالفعل على الطريق السوي على الطريق المستقيم وأنها بالفعل ستتمكن من تحقيق ما أرادت أن تحقيقه نحن نعلم أن عملية تكريت مثلا بالحقيقة كانت تقدم الجيش العراقي وتقدم الحج الشعبي ولكنها لم تستطع أن تحقق النصر المولى الذي أرادته بسرعة لهذا اضطر الطيران التحالف لأن يساعد في العملية رغم بالمناسبة كما أيضا رغم مشاركة قاسم سليماني في عملية تكريت احتاجوا لأن تأتي الطائرات التحالف وأن تحارب معهم لهذا العراق لا يستطيع حتى الآن عسكريا أن ينجح عسكريا بدون تدخل أمريكي من الطريقة أو بأخرى نعود مرة ثانية وثالثة ورابعة للعبادي ودوره السياسي إذا استطاع العبادي أن يحقق المصارح الوطني وأن يجدب معه القوى التي قالت منذ زمن طويل منذ 2003 أن هناك مشكلة داخلية داخل بغداد داخل العراق إذا استطاع أن يحقق هذا السلم الأهلي فهو بالفعل سيكون مدعومة من القوى الواشنطن مهما كان وزير الدفاع ووزير الداخلية وواشنطن تحدثت كثيرا عن قيام علي عبدالله صالح بإرباك الوضع في اليمن ودوره السلبي هناك من يتحدث أيضا عن دور المالكي لربما قد يكون قريبا لإسقاط في أحيان هيبة العبادي في التحرك لإفشال دور العبادي في هذه المرحلة أو الترويج لقيادات أخرى قد تكون رديفة على جانب الحجد الشعبي وغير الحجد الشعبي لإطفاء هيبة القادة العامة وقوات المسلحة هل فعلا الولايات المتحدة تعي هذا الموضوع؟ الولايات المتحدة على علم به كما أعلم الولايات المتحدة على علم بأي شيء يقوم به المالكي لأنهم حذرون منه لأنهم جربوه ووجدوا أنه ليس صديقا جيدا وهو سيقوم بما يجب أنا متأكد جدا أنه يحلم بولاية ثالثة ويريد أن يكون رئيس للوزراء من مرة ثالثة الولايات المتحدة تعي هذا وهي بالفعل ستكون قلقة من هذا الموضوع؟ ستكون قلقة من هذا الموضوع لا تنسى أن الوضع العراقي وأي شخصية في العراق دخوله على الخط السياسي يعني هناك له تداعيات على ما تقوم به الولايات المتحدة من علاقات مع دول القليج ومن محادثاتها مع إيران إذا أرادت إيران المشكلة ليست فقط في شخص المالكي المشكلة هو ماذا مثل المالكي إذا كان المالكي يحاول الآن أن يقود من سلطة العبادي فهو لا يقوم بهذا بدون مساعدة من فريق ما والفريق على الأرض في العراق الذي قد يساعد المالكي على تقويد سلطة العبادي هو الفريق الموالد لإيران لهذا لا أعتقد أن المالكي سيقوم بشيء بدون أن تكون إيران على علم به بنفس الوقت ولهذا متأكد أن الولايات المتحدة قلقة من هذا الشأن ولكنها ستراقب عن كثر فيما يتعلق بموضوع التسليح موضوع مهم والولايات المتحدة لربما تدفع باتجاه مثل ما تحدث الجنيرال مارتن ديمسي أن تكون العمليات القادمة باتجاه المناطق الشمالية باتجاه الموصل باتجاه بيجي والقوات العراقية أو الجانب العراقي يتحدث عن الأنبار هل التحرك الأمريكي نابع من الثقة بالجانب الكردي وتحرك الذي سيكون من الشمال باتجاه الجنوب أمنها نابعة من عدم الثقة بالقوات العراقية ومليشيا الحجر الشعبي أم كلاهما معا أعتقد أن كلاهما معا لا ننسى أيضا في نفس الوقت أن الولايات المتحدة تريد أن تدحى داعش لا تريد لداعش أن تتقدم في أي مكان كان في الأنبار أم في بيجي ولكن في نفس الوقت هي لا تريد أن حتى لو كانت صديقة للأكراد ولها كلمة مع الأكراد هي لا تريد أن يحقق الأكراد انتصارات جديدة لأن هذا يعني أن الأكراد سيطالبون بمطالب أخرى أكثر مما يطالبون فيه الآن بمعنى أنهم إذا انتصر الأكراد أكثر مما انتصروا في السابق فموقفهم سيكون أكثر صعوبة للتعامل معه في المستقبل لكن كيف تقرأ عفوا دعنا نبقى في هذه تفصيلة تفصيلة الكرد كيف تقرأ التسليح الغربي والتسليح الأمريكي لقوات حرس قليم كردستان وهم البشمرقة بينما عزوفها عن تزويد القوات العراقية أليس هذا نابع من ثقة لهذه القوات وعقيدة القتالية؟ صحيح هي تثق بهذه القوات ولكن بنفس الوقت لا تريدها أن تسيطر على الموقع بشكل كامل لأن القوة التي تحقق النصر العسكري المبين هي القوة التي ستطالب بمكاسب سياسية فيها بعد ذلك وقد لا تستطيع واشطن أن تحدى من طموحات الأكراد إذا كانوا بالفعل القوة العسكرية المرجوة في العراق هي تعرف أن الأكراد قادرون على تحقيق مكاسب على الأرض ولكن في نفس الوقت لا ننسى أيضا أن الأكراد أقلة يعني البشمرقة 75 ألف 80 ألف مقاتل بانتظار أن يقوم الجيش العراقي بالفعل بتحقيق بعض الكفاءة على الأرض هي تحاول أن تستخدم الأكراد في مناطق استراتيجية معينة ولكن وتستخدم التحالف الداولي بالضربات الجوية وتستخدم الجيش العراقي هي تحاول أن لا تعطي لفريق واحد القوة الأكبر تحاول أن تساوي بينهم ويحاول لربما الإمساك بجميع خيوط طيب موضوع مهم هناك من تحدث عن نجاح الزيارة وهناك من قال أنها ناجحة جدا صح وفق أي المعايير الصحة بها أن العبادي جاء إلى واشنطن وتحدث مع البيت الأبيض وتحدث مع الرئيس الواما وتحدث مع أعضاء من الكونغرس وأيضا قام بمشاركة في أحد الندوات في مركز بحوث لهذا يعتبر أنه استقبل في واشنطن استقبل وكان هناك له انشغال انخراط في أمور كثيرة في واشنطن ولكن هذا لا يعني أنه حقق ما يريد ولكن بنفس الوقت لا تنسى أيضا أنه لا يريد أن يأتي إلى واشنطن وأن يعود إلى بغداد بدون أن يقول أنه على الأقل نجح في هذه الزيارة هو يريد أن يقول أن الزيارة كانت ناجحة لأن هذا يعطيه مستقية داخلية ما الذي عاد به العبادي إلى بغداد من دعم دعم ملموس نتحدث عن دعم دعم ملموس لم تتحدث الصحف عن أي دعم أكثر أكثر مما قالته سابقا أن الرئيس سيقدم للعراق بتاني مليون دولار للمساعدات الإنسانية بالطبع عملية وهذه المساعدات لا ربما تذهب من خلال منظمات إنسانية وليس بالضرورة بالطبع مشكلة الفساد في العراق معروفة وأعتقد أن الولايات المتحدة ستعرف ذلك هم لا يريدون أن يخسروا هذه الأموال ولكن الهدف الأساسي من وجود العبادي هنا هو مرة أخرى أن يقول للولايات المتحدة أن أنا رئيس العراق أنا الذي أحدث ما هي سياسة العراق وأريد دعمكم هذا الدعم قد يكون سياسيا قد يكون عشكريا لا استطاع أن يكون مقنعا تعتقد؟ أعتقد أنه مع السيطرة الأطراف أخرى في العراق المشكلة أنه ليس هناك بديل له البديل الوحيد هو أشخاص ليس عندهم مصداقية أو أشخاص على شكلة المالكي أو المالكي نفسه لهذا هو الآن في المنصب وهو رئيس وزراء العراق طيب هل عاد بخفة حنين؟ لم يعود بخفة حنين لم يعود بخفة حنين إذا عاد بخفة حنين هذا يعني أن الداعش انتصرت في العراق يعني أن إيران انتصرت في العراق في نفس الوقت يعني أن وجوده كسياسي يجمع بين الأطراف أو على الأقل يحاول جمع بالأطراف عملية المصالحة بين الأطراف قد فشلت لا أعتقد أن هذا ما تريده لله المتحدة شكرا جزيلا لك دكتور عمد حرب على أمل اللقاء بك مرة أخرى شكرا لكم مشاهدي الكرام نلتقيكم في حلقة قادمة وبرنامج عين على واشد اشتركوا في القناة شكرا لكم